وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تامونية بمضبطات بلغت أكثر من 149.5 طن مواد غدائية وغير غدائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 22 طن مواد غدائية وغير غدائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لسلع الغدائية فقد تم ضبط أكثر من 127 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 614 قضية من بينها 182 قضية خبز ناقص الوزن و188 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 185 طن أقماح محلية